عندنا واحد وستة من عشرة مليون فدان هيتم تطورها وتكليف الجماعية بالقيام بها أعمالها بالكامل تمام تم تكليف الجماعية بالقيام بها أعمالها يا نحن قدام كم حائز في الأراضي دي؟ البنك الزراع المصري قام بمبادرة كانت البداية إن إحنا بنتكلم كانوا بتكلموا في خمسة في المية وعلى خمس سنين الحمد لله رب إنا عنكزنا ورئيس نصرنا بين عشر سنين عشر سنين وزيره فايدة بدون فايد صحيح بدون فايدة إحنا بنتكلم في إن إحنا نخفض استهلاك المية تزود إنتاجية هتزود إنتاجية هتزود مساحة الأرض الزراعية أولا الفلاح ما بيبقاش ما بيبزلش مجهود في الرأي يعني لما بنتطور المسائي وبنتطور الترع وبنعمل شبكة رأي طنقيت أو رش دي كلها حاجات في مصلحة الفلاح إن شاء الله صحيح قعدنا معا فهمنا إيه اللي هيحصل وهتتقدم لمين؟ هلا يتقدم لحضرتك في الجماعية؟ زي لسلح الزراعي ولا إلا إيهصل؟ لا إحنا خلينا نقول كل جمعية إحنا دورنا إن إحنا نخلي الجمعيات أو نخلي الجمعية تتقدم للبنك وإحنا بنضمن الجمعيات المحلية جمعية ككل بمزارعينها أيوة يعني فيش مزارع الوحدة يروح يتقدم لا 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 وفيه برضو فيه قصية المبادرة بتشمل الجمعيات المحلية وبتشمل الأفراد إحنا الضمان لكل مزارع يعني الجمعية اللي هتدخل ضامن في كل عقد ببين سواء أفراد أو جمعيات لا لا هوا بص سواء كده أو كده إحنا موجودين يعني إحنا كده أو كده لا 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 إحنا عايزين الجمعية العامة هي اللي تضمن المزارعين بضعه لا لا ضامن بس أنا مش عايز أرهق الفلاح بالعملات أنا عايز أقول إن إحنا قلنا زيرو فايدة يبقى زيرو فايدة تمام يبقى لا الجمعية العامة تبقى صحبة فضل ولا غيره وكل ما في الموضوع إن إنت بتسهله لو في أي معوقات لدى البنك إنت بتسهله الموضوع عند البنك الزراع التكلفة تبقى دي عندنا في مليون وستمائة ألف فدان لا دا التكلفة عالية جدا إنت بتتكلم في فدان بيوصل 35 ألف جنيه قارد وفي فدان بيوصل 40 ألف جنيه في أراضي كتير جدا أو مرات كتير جدا فيها ترع مبطنة وفيها مسائل مبطنة في عندنا بيستثنى من المساحات ديان كل المساحات اللي تم تطورها على نفقة المزارعين دي ملهاش علاقة ومش هندخلها في المبادرة أو اللي عايز يجدد عنده شبك أو كده بياخد كارد على قد اللي هو عايزه فقط لكن غير كده هيتحمل بالكامل تكلفة التطوير في أرضه طبعا سواء كان عن طريق الشركات أو عن طريق الجمعية هنشرف على اللي ينفس في أرضه ولا مش هنشرف آه طبعا الجمعية يعني عندنا مهندسين اللي فاهمين يعني إيه تطوير راي طبعا الجمعية الجمعية المحلية اللي هي التابعة دي كل جمعية هتبقى خاصة يعني مطلوب منها أنها تشرف على المزارعين اللي موجودين في نطاق الجمعية